اهلا بكم من جديد اعلنت شركة مطار البحرين انه من المقرر ان تقوم متاجر ديباليو اتش سميث بتشغيل متجرين للمستلزمات والتبغ والصحف في مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي وقال سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن احمد محمد رئيس مجلس ادارة شركة مطار البحرين ان اختيار المستأجرين ومزودين خدمات المناسبين يشكل احدى الركائز الاساسية لتلبية اهداف برنامج تحديث المطار والوفاء بالاحتياجات المتزايدة لمرتادي مطار البحرين الدولي مؤكدا ان شركة مطار البحرين انتقت بعناية الشركات التي منحتها حقوق الامتياز من بين اشهر العلامات التجارية الرائدة في العالم اجمع تابنت الجمعية العامة للامم المتحدة مبادرة مملكة البحرين الخاصة باعلان يوم دولي للمصارف وهي مبادرة كانت قد تقدمت بها جمعية مصارف البحرين عبر وزارة الخارجية خلال العام الجاري بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس القطاع المصرفي البحريني وتلقت جمعية مصارف البحرين رسالة من وزارة الخارجية البحرينية تتضمن نسخة من مشروع القرار الاممي بتخصيص اليوم العالمي للمصارف الرابع من ديسمبر من كل عام يوما دوليا للاحتفاء بها وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين الأستاذ عدنان يوسف أن تخصيص يوم عالميا للمصارف من شأنه تشجيع مختلف المصارف والمؤسسات المالية حول العالم على النهوض بمسؤولياتها ومواصلة أداء دورها بالغ الأهمية في إطار المنظومة الدولية العاملة على حفظ الأمن والاستقرار بدوره قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين إن هذا الاحتفال يوفر أمام البنوك والمؤسسات المالية البحرينية منصة مواتية من أجل تسليط الضوء على مجمل أعمالها وبالموافقة الأممية بالإجماع على هذه المبادرة البحرينية تسجل مملكة البحرين أو تسجل إنجازا دوليا جديدا يعزز من مكانتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي في مختلف المجالات بما في ذلك المجال المالي والمصرفي وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين مساء الخير دكتور وبداية نبارك لكم هذا الإنجاز المصرفي الجديد ولو تحدثنا في البداية أيضا عن أهمية هذه المبادرة في تشجيع مختلف المصارف والمؤسسات المالية حول العالم على النهوض بمسؤولياتها في إطار المنظومة الدولية العاملة على حفظ الأمن والاستقرار مساء الخير شلونكم مرحبا طبعا نعرف البنوك منذ أول بنك أنشئ في العالم يعني بعامة أعتقد 1472 في إيطاليا كان الهدف تقدم مساعدات مالية للفقراء وهذه دلالة واضحة على أن نشأة المصارف كانت لأحداث سامية وتنموية بجانب طبعا الربحية لتضمن يعني استمرارهم علشان يقومون بعمالهم في اعتقادي أن هذه المبادرة يعني بتشجع مختلف المصارف على زيادة عطاها التنمية المستدامة ومنها مصارف البحرين التي تحتفل هذا العام بمرور مئة عام على بدء العمل المصرفي في البحرين شيء عريق يعني نعم وكون المصارف اليوم أصبحت متشافة محليا ودوليا فالاحتفال بهذا اليوم سيكون فرصة لعرض إنجازات تحديات القطاع المصرفي حول العالم ومنها يعني فرضا تجفيف مصادر تنميذ الجماعات التي تعمل على زعزعات الأمن والاتجار بالبشر والمخدرات أو غاسين الأموال ووضع خطط وأساليب جماعية متكاملة لمنع حجوث هذه مثل هذه الأشياء نعم كيف سينعكس ذلك على المكانة الدولية بشكل مفصل أكثر للقطاع المالي والمصرفي بمملكة البحرين طبعا الإقرار اللي صار في اجتماع الجمعي العامل للأمم المتحدة بموافقة يعني العديد من الدول 43 دولة دلالة واضحة على عراقة هذه المملكة ومكانة الغطاء المصرفي البحرين بسبب يعني البيئة التشريئية اللي عندنا متقدمة والفاضل فيها يرجع إلى مصرف البحرين المركزي طبعا وكذلك يعني وإحنا في الجمعية يعني بنحرص على أننا اليوم 4 ديسمبر من كل عام بنستثمرها في الترويج للقطاع المصرفي البحريني دوليا وبراج عندنا تجارب كثيرة فريدة متميزة نريد أننا حتى الدول العالم تستفيد منها بالأخص في الصيرفة الإسلامية فردا وبنحرص على يعني العمل الجماعي في منع خطط قصير الأموال التطور في التكنولوجيا المالية دمج أهداف التنمية المستدامة في عمل مصرف يعني هاي كلها عندنا إحنا أسياء يعني تقوم فيها المصرف كثيرة يعني الالتزام بمشاريع الطاقة النظيفة وهناك يسمونها القروض الخضراء أيضا والمساهمة في تقليل البطالة وسنعمل دعم على دعم المؤسسات المتناهية والصقيرة والمتوسطة واللي هي مستقبل الاقتصاد حسب يعني الرؤية الاقتصادية 2030 ودرائما بنعمل على سيادة الطابقة الوسطة في البحرين نعم الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين شكرا جزيلا لك والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 0.19% مغلقا التداولات عند مستوى 1670 نقاط وذلك عائد الارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليونين وستمائة وأربعين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت خمسمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار تم تنفيذها من خلال سبع وسبعين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8411 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.70% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2776 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.42% أما بالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3890 نقطة بارتفاع تجاوز نسب تقطة مؤوية وكما تلاحظون فإن جميع البورصات الخليجية أغلقت على ارتفاعات متنوعة نظيرا لارتفاع أسعار النفط أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم 300 مليون دولار دعما للأردن وذلك عبر صندوق أبو ظبي للتنمية وأكد صندوق أبو ظبي للتنمية في بيان له أن توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد مدى التزام دولة الإمارات بالدعم الدائم لقيادة وأبناء الشعب الأردني الشقيق وهو توجه راسخ في سياستها الخارجية منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان وقد استمر وتطور في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة وأشار البيان إلى أن قيادتي البلدين تحرصا على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وهي علاقة مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإمارات يوام تخطت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي لأول مرة حاجزت 19 مليار دينار أي ما يعادل 6.78 مليار دولار أمريكي ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الإلكتروني فإن هذا التطور سيتيح للبلاد لأول مرة منذ عدة أشهر القدرة على تقطية 109 أيام توريد وأشرت البيانات إلى أن هذه الاحتياطيات من النقد الأجنبي كانت في حدود 13 مليار دينار وسمحت لتونس بتقطية 82 يوم توريد فقط النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل الرئيس السويسري يؤكد أن مشروع ليبرا الذي تتبنى شركة فيسبوك قد فشل في صورته الحالية حققت الصين رقما قياسيا في إنشاء الشركات النشئة خلال عام 2019 ووفق بيانات الرسمية بلغ المعدل اليومي نحو 20 ألف شركة جديدة وعملت الصين منذ فترة طويلة على تكثيف الجهود لتحسين بيئة الأعمال لإطلاق حيوية السوق وتعزيز النمو الاقتصادي عالي الجودة كما وبدأت الحكومة الصينية إصلاحا تجريبيا لفصل تصاريح التشغيل التجارية عن تراخيص العمل في جميع مناطق التجارة الحرة التجريبية الثمانية عشر في أول ديسمبر ومن المتوقع أن يغطي الإصلاح البلاد بأكملها في عام 2020 تعتزم وزارة المالية في كوريا الجنوبية بيع ما قيمته ثمانية فاصل ستة وتسعين مليار دولار من سندات الخزانة عبر عطاءات في يناير 2020 وهو ما يزيد عن ثلاثة أمثال القيمة المحددة لشهر ديسمبر والتي تمثل القيمة الأكبر على الإطلاق وكانت حكومة كوريا الجنوبية قالت بالفعل أنها سترفع إصدارات السندات بقوة هذا العام لتمويل قفزة في الإنفاق المالي في إطار مساعيها لدعم الاقتصاد المتعثر في ظل تباطئ نمو الإيرادات الضريبية ويأتي المبلغ المزمع مقارنة مع سندات خزانة بقيمة 3.9 تريليون من المخطط طرحها في عطاءات هذا الشهر قال الرئيس السويسري أن مشروع ليبرا الذي تتبنى شركة فيسبوك قد فشل في صورته الحالية ويتعين تعديله لكي تجري الموافقة عليه وذكر أولي ماور وهو أيضا وزير مالية سويسرا إلى جانب كونه رئيسها متحدثا لهيئة الإذاعة السويسرية أنه لا يعتقد أن ليبرا أمامها فرصة في صورتها الحالية لأن البنوك المركزية لن تقبل بسلة العملات الداعمة لها وأثارت خطط العملة الرقمية التي تقودها فيسبوك على أن تصدرها وتنظمها مؤسسة ليبرا التي مقرها جينيف بواعث قلق في أوساط الجهات التنظيمية والساسة فيما يتعلق بجوانب مثل الخصوصية وتأثيرها المحتمل على السياسات النقدية وتغيير المشهد المالي العالمي اشتركوا في القناة